بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والآله الطيبين الطاهرين أنا الدكتور محمد ابو الطيب ألتقوا إياكم في سؤال جديد من السلطة الطاقة الشمسية جاءني سؤال من أحد أبناءنا الأحبة عن الفرق بين الالبيدو والديفيوسر ديشن عند حديثنا عن إشعاع الشمسي في التطبيقات الشمسية خاصة في موضوع الالواحة الشمسية كانت مناسبة هذا السؤال ما أوردته في محاضرتي الواحة الشمسية مزوجة الوجه حيث عرض لطريقة عمل هذه الألواح فالوجه الأمامي فيه يستلم الأشعة الساقطة عليه بشكل مباشر تماما كما في حالة الألواح وحادية الوجه أما الوجه الخلفي فهو يستلم الأشعة المنعكسة عن الأرض البيدو والمنعكسة عن مكونات الجو المختلفة وربما حدث بعض الالتباس أو عدم الوضوح بين هذين النوعين من الأشعاع لذلك أحببت أن أوضح الفرق بينهما في فيديو خاص بهما يبدأ أولا بالالبيدو أطلق العلماء مصلح للبيدو على جزء من الأشعاع الشمسية المنعكسة عن السطوح ومن الطبيعي أن نسبة نكاس الأشعاع الشمسي عن السطوح ستعتمد على تركيب السطح وخصائصه البصري فالسطوح المعتمة ستمتز كل أو أغلب الأشعاع الشمسي الساقط عليها بينما السطوح البيضاء ستعكس كل أو أغلب ما يسقط عليه وقد تم الاتفاق على التعبير عن الألبيدو كنسبة مئوية فالصفر يعني أن الجسم يمتص بشكل كامل كل ما سقط عليه من أشعاع الشمسي ولم يعكس منه شيئا بينما قيمة واحد تعني أن الجسم عكسه كل ما سقط عليه من أشعاع الشمسي ولم يمتص منه شيئا وفي الطبيعة يمكن لنا أن نرى اختلافا واسعا في قيمة الألبيدو للمواد والسطوح المختلف فالسفلت في الشارع يعكس 10% من الشعاع الساقط عليه ويمتص الباقي بينما الحشائش الخضراء تمتص 75% مما يسقط عليها وتعكس 25% مما يسقط عليها كحدد على والبحار والمحيطات تعكس بالنسبة قد تصل إلى 10% وتعكس الصحراء مقيمته من 20% إلى 35% اعتمادا على نوعية ريماده فيما يعكس الجليد والثلج الإشعاع الساقط عليه بالنسبة 25% إلى 90% وقد يتداخل مصطلح البيدو مع مصطلح الرفلكتنس أو الانعكاس في الحقيقة كلاهما يعني انعكاس يجزون من الضوء الساقط ولكن هناك بعض التفاصيل في الغالب يعني مصطلح الرفلكتنس إلى الانعكاس بزارة سقوط محددة ومفردة القيمة بينما يعني البيدو مجمل عمليات الانعكاس الحادثة بشدة الزوايا والاتجاخات إلى إشعاع الشمس الساقط نأتي الآن إلى الديفيوز رادياشن مصطلح الديفيوز يطلب على جزء الإشعاع العمودي الساقط على جو الأرض والذي يعاني من عمليات التشتت والاستطار نتيجة وجود مركبات مختلفة في جو الأرض كدقائق القبار وقطرات بخار الماء وباقي جزئات المواد والعوالق في الجو تتم عمية التشتت والاستطار هذه في جو الأرض في كل اتجاهها ويمكن أثناء ذلك أن تسقط على وجه اللوح الشمسي ولكنها في حالة استخدام اللوح أحد الوجه ستمثل جزءا بسيطا ويسيرا من الإشعاع الذي يراه اللوح الشمسي فيمكن لللوح ذو الوجه الواحد أن يرى جزءا من الديفيوزر ديشن وكذلك جزءا من الإلبيدو ولكن هذا لا يمثل إلا مشاركة بسيطة لهما مقارنة مع الإشعاع المباشر الساقط عليه والذي تتوم نسبة له تخمين إنتاجية الألواح الشمسية أما في حالة الألواح المزدوجة فإن الوجه الخلفي للوح الشمسي سيعمل بشكل مباشر على ما يستقبله من إشعاع شمسي قادم من عمليات الاستطارة والتشتت المختلفة ديفيوزر ديشن والذي ترونه أمامكم ممثلا باللون الأحمر وكذلك من إشعاع الشمسي المنعكس عن سطح الأرض للبيدو الذي ترونه باللون الأخضر وفي الحقيقة جدوى وفائلة استخدام هذه الألواح في أي منطقة من مناطق العالم تعتمد على مدى توفر هذين النوعين أو المركبتين من الأشعاع الشمسي في تلك المنطق فالمناطق الفقيرة بالديفيوزر ديشن والالبيدو هي مناطق سيئة لعمل هذه الألواح وليس من المجدي استخدام هذه الألواح فيها ولكن المناطق التي تكون نسبة الديفيوزر ديشن والالبيدو فيها عالية هي المناطق الواعدة لاستخدام مثل هذه الألواح ويمكن التحكم بكمية الالبيدو والديفيوزر ديشن الذي يتعرض له الوجه الخلفي لللوح من خلال عملية اختيار الزوايا نصب وارتفاع عن الأرض مناسبة لللوح كما شرح ذلك في محاضرتي الألواح الشمسية من زوجة الوجه فيمكن زيادة فرصة اقتناص الوجه الخلفي للديفيوزر ديشن والالبيدو بتغيير زوايا النصب وزيادة ارتفاعه عن سطح الأرض أتمنى أن أكون في هذه العجالة قد أجبت عن الفرق بين الديفيوزر ديشن والالبيدو بشكل واضح وبسيط ويسير إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا بإظهار الإعجاب عليه وترون أمامكم لوغو سولر والذي يجيح لكم الاشتراك المجاني في قناتي من خلال الضغط عليه وهذه صبحتي في فيسبوك بإمكانكم التواصل معي من خلاله شكرا لكم أتمنىكم يوم سعيد